امتطى فيكتور ليو المصاب بالتوحد حصانا بني اللون في أحد نوادي الفروسية في بكين في إطار تقنية علاجية بواسطة الأحصنة ساهمت في تغيير حياته فالأشخاص المصابون بالتوحد الذين تطلق عليهم في الصين تسمية أطفال النجوم غالبا ما يعانون الوصمة الاجتماعية كما هي الحال في أي مكان آخر في العالم بسبب الصعوبات التي يواجهونها في التفاعل مع الآخرين لكن منظمة هوب غير الحكومية تحاول في هذه المساح الخضراء في شمال العاصمة الصينية وسط الأشجار العالية وصهيل الخيول مساعدة هؤلاء الأطفال على التقدم وأظهرت الدراسات الحديثة أن العلاج بالخيول يمكن أن يساهم بفعالية في تحسين سلوك الأطفال المصابين بالتوحد وخصوصا فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهونها في التفاعل مع العالم الخارجي ولا يزال عدد المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة قليلا في الصين وغالبا ما تكون البدلات التي تتقاضاها بعيدا من متناول معظم الأهل الصينيين